تحظى رياضة السباحة على شعبية كبيرة ولها فوائد أيضا للجسم لا تعد ولا تحصى من تحسين قدر التحمل القلب والرئتين والتخفيف أيضا من ألام الظهر خفض الضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول كلها فوائد ممكن نجنيها من ممارسة الرياضة كما تعتبر أيضا الرياضة آمنة جدا ويوصى بها لجميع الأعمار مش بس من ناحية ترفيهية ومن ناحية رياضية ولكن أيضا من ناحية طبية هي مهمة جدا اليوم معنا الحديث عن هذا الموضوع مدرب السباحة منذر البارق ليحكي لنا أكثر عن انتعاش رياضة السباحة مع انطلاق الصيف صباح الخير منذر يستهد صباحك ويستهد صباح القناة الرائع والمميزة وصباح أهلنا في فلسطين كلهم وفي الشتاء شكرا لك منذر جاي من البلد الأديمة هذا الصباح كيف أجواء البلد الأديمة في القدس والله أجواء القدس حزينة وفيها فرح برضه لأنه زي ما سمعته طلع أسرة دفعت أسرة مبارح وأول مبارح ففيه جو فرحة وبنفس الوقت الواقع اللي احنا فيه الاحتلال الغاشم والهجم الشرسي على المسجد الأقصى والضد الشباب المقدسي أكيد هاي فرصة كمان نستثمر فيها ونصبح على أهالي العائلات اللي كمان تم تحرير أسرة من عائلاتهم إن شاء الله يا رب هذا الفرحة بتعيشها كافة أهالي الأسرة منذر يعني سرعتك في صباحة زي البرق بتحمل الاسم لأنك منذر برق الحمد لله كونيت بس هلا عارفة يعني كبرنا شوي في الأمور فعلا بنعطي مجال لغيرنا مين لسه يعني القز بنعطي لغيرنا مجال هلا تقريبا بشكل احترافي كمدرب يعني صلك ستة سنين بهذا المجال اليوم إحنا رح نسمع معلومات أكثر من منذر كمان للأهل اللي بيحضرونا خاصة إنه هلا مع بداية الصيف العائلات والأطفال كل هم بتوجهوا للأسباحة وخلينا نبدأ من سؤال مهم عادة في فترة زمنية حتى يعني أنتوا بالأكاديمية للقدس للأسباحة بتفكروا إنه الأسباحة ممكن تبدأ بوقت معين في الصيف وتنتيه بوقت معين أو كيف تتطلوا على الموضوع إحنا منع تجارات تدريبية على طول السنة لأسباحة خاصة فيش إلها وقت معين وقت ما كان ممارستها جيدة ورائعة جداً ومنحة ومفيدة صحياً وجسدياً وعقلياً حتى بتأثر على العقل في كل وقت وفي كل حين يعني مش شرط إنه نحصرها بس في فترة الصيف بس إنه الأهالي بتوجهوا في فترة الصيف إنه بعطلوا من المدارس عشان ما يأثرش على الطلاب في درستهم عشان هيك بفضلوا إنهم يبعتوهم بس في فترة الصيف في ناس اللي يبظلهم مستمرين طول وقت بالشتاء في مليان 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 يعني بقولك إلي ست سنين في أكاديميات القدس السباحة هي من أعرق الأكاديميات الموجودة حالياً ويهي مركز أول في فلسطين والحمد لله على طول السنة طلاب دائماً الحمد لله وزاد الوعي للأهالي كتير للإسباحة خاصة في فترة كل شوية منسمع خاصة في فترة الأخيرة إنه كل شوية حالات غرق سواء ببرق في بحر في الرحليات المخيمات الصيفية اللي بتصير فهذا الأمر إحنا عملنا بنشتغل عليه إنه ننهي ننهي الظاهرة الموجودة عندنا ونتشرط كثافة بآخر فترة طيب منظر من الناحية الرياضية نحكي إنه رياضة جداً مهمة جداً مفيدة وكمان من الناحية الطبية الأطباء دائماً بنصحه في موضوع الرياضة إنت من نشرة نظرك إش فوائد الرياضة؟ ناحية صحية رائعة جداً أنا دارس أحياء وبعرف إيش بتأثر الرياضة على الجسم الإنساء فمن ناحية السباحة هي أفضل رياضة موجودة لأنها من ناحية بتأثرش فيش إلى أعراض جانبية مستقبلية غير إنه حديدة وإش هي إلى أعراض السباحة فيش إلى أي أعراض جانبية بالعكس كتير رائعة بتحسن بتقوي الجهاز الدوري تاعة الإنسان بتقوي عضلة القلب والجهاز التنفسي بتقوي العضلات تبني الجسم بشكل صحيح ومية بالمية حتى مستقبلاً مع الإنسان لما يتقدم في الأمر بيحس حاله إنه مع الإسباحة يعني ما فيش يعني جسمه لساته قوي لساته في صحته وحتى اللي عندهم حالات ومشاكل نفسية إذا سبح وتنعش وتنعش كتير وتخرجهم من حالة اكتئاب أو أشياء زيها لأنها كمان بتسيطر على الهرمونات وإفرازها فهي رائعة جداً رياضة متكاملة كل معنى الكلمة يعني هذا مهم النقطة اللي حكيناها إنه حتى من الناحية نفسية كتير فيه من الخصائيين النفسيين بنصح للناس عادة إنه إذا بشعروا كتير بنوع من الأحباط أو الاكتئاب إنه الإسباحة تحت المية بتريح وتنعش وتنقل الشخص لعالم آخر مريء شكل رائع يعني أنا شخصياً لما أحس مرات إني متدايق من شغلة بس بتوجه لإسباحة يعني بخفز على البركة وبسبح أكام من بركة بلاقي حالي يعني أضم آخر طيب مندد بس نحكي بس نحكي عن هاي التفاصيل بس نحكي عن الفوائد من الناحية الطبية ومن النفسية كمان كرياضة هل في شروط معين لازم تتوفر في الإسباحة عشان نقول إنه آه هاي التمارين أو هذا الشخص اللي عم اليوم بيمارس رياضة الإسباحة عم بخلق فرق بهذا الجانب أنا بفضل إنه دائماً الواحد يتوجه لواحد مختص دربه مش إنه ينزل على البركة بس إنه زي ما بتشوفي مرات الأيوم بلات شملاتة فهذا الإشي مش صحي ومش تمام أما إذا توجه لمدرب مختص مثلاً وعلموا الحركات مظبوط وكيف يسبح مش ضروري يبني إنه يكون بطلة أو إشي أقل ما فيها يعني إسباحة صحيحة اللي يقدر يروح ويجي بالبركة فهاي يقفت بكتير وفي أطفال اللي من هم وصغر بتدربوا بطريقة مش مش على أسس يعني الإسباحة اللي ممكن كمان ينتج عنها أخطاء زي مثلاً النطب الطريقة خاطئة منسمع كتير عن حالات اللي تأذف بهذا الشكل كيف تتعملوا مع الأطفال؟ هاي للأسف هاي أخطاء مدربين وأخطاء حتى أهالي كمان مش بس مدربين إنه بتلاقي مثلاً الأهال بالرحل أيوة نطيابة أيوة سوي الحركة الفلانية هذا إشي غلط كتير كتير بتعود عاي الشغلة وانتي عارف الإلم في الصغر كنخشف الحجر إذا دخلت شغلة فيه بروس وببضلها طول عمرها بس إحنا بنحاول نصلح قد ما بنقدار والحمد لله نجحين بهذا المجال مية بالمية بس نقول عن التمارين الرياضة وأنتو كمدربين هل تنصحوا عادة الناس اللي بدهم يتبعوا أصص سليمة وصحيحة لممارسة رياضة الإسباحة بعدد مرات محدد كمان إنه مثلاً عمليين الدورة تكون مثلاً مش أقل من عشر دقائية ما بعرف كيف أنتو بتفكروا في الموضوع السباحة بشكل عام مش للأطوان ده أحكي بشكل عام إنه للناس عاديين ممتازة حتى كل يوم مش شرط يكون لها جرعات إنها ثلاث مرات في الأسبوع أو إشي هيك إذا كانت كل يوم ممتازة جداً يعني للواحد قبل ما يقوم على شغله على مكتب إذا قام يصبح الصبح وراع الشب بروح منتش وبني قدم آخر يعني يمكن يعطي بشغله أكتر يعني بلاحظ في ناس اللي بتسبح عماها للصبح قبل ما تروح على أشغالها بتعطي بتطور أكتر بشغل عماها لأنه العقل السليم في الجسم السليم فإذا الواحد كان جسمه سليم وصحي راح يقدمه وتطور بشكل رائع في الحياة منذ منفضل يعني عادةً يفضل الصباحة في ساعات الصباح ولك كمان بالمساء ممكن تكون مميحة كل ساعات بس أنا مجهة نظري في الصباح رائعة جداً لأنه بداية النهار والواحد بكون بقوم الصبح مكسل ومكسر ولك فإذا سبح بتدب الحياة فيه يعني زي ما بقوله هل في أمور كمدرب أسباحة لازم نتجنبها لازم الأهل يتجنبوها الأطفال وحتى الكبار بس نسباح لازم نتجنبها ونبتعد عنها أهم شيء زي ما ذكرت في الأول النط والأسسة إنه عدم نركض في البرك وإنه نحط عيننا دايماً على الأطفال وندير بالنا قد ما كان الواحد يسباح الأهل اللي دير بالهم ضلوا محطين عينهم على أطفالهم اللهم سبحان محمد ما يستخدموش أدوات يمكن تأذي في قلب المي يعني بلاحظ مرات يستخدموا أدوات يعني بتأذي كتير في قلب المي هذا الأشي خطر جداً يعني المي نفسها يعني عادة المالكين هم المسابح هم اللي بيقدروا يحددوا نوع المي كمية اللي كلورة الموجودة فيها وفي مركبات كل بركة وكل مصبح بيختلف عن الآخر ولكن إحنا كأشخاص اللي ومشو منحكي للأهل كيف نقدر نتأكد من هاي المي يعني عادة المرات في أطفال كتير عينيهم حتى تتأذى النساء مثلاً وحتى الرجال بشرتهم شعرهم الأهالي صعب صعب يحددوا هاي الشغلة يطلعوا رحلة على ما بركة مفتوحة بس إجمالاً يعني معروفين يعني البرك الموجودة محصورة ومعروفة في منطقة القدس سواء أو برا فبيقدر لحاله يعني يستفسر أنا يعني معروف بيكون إلا شورة مثلاً البركة ممتازة البركة فيها هيك أما الأهالي بقدرش يحددوا صعب جداً صعب جداً إلا إذا كان واحد دارس كيف مهم نلتزم بأدوات الإصباحة؟ بمعنى أنه في ناس مغتنعوش بفكرة أنه النضارة والطائية ويحكولك أنه يعني ما بدنا نلتزم لا الأفضل أنه نستعمل هذه الأمور زي ما ذكرت أنه كلور عالي في البركة بأثر اللي عنده حساسية بسرعة يمكن أن أثر كثيراً على العينيه الوقاية من قنطار علاج فالنضارة مثلاً استعملناها لعينينا ما بل منحمايهم اخروجها بسببوا حساسية أو ضرب الناس أو ما الذي يدونه نفس الأمر للشعر الناس كما في المادة حارقة يعني يؤثر كثيراً على بصيلة الشعر وذلك هذه الأمر معمل مهم شيء من المشارج بالنسبة للأهل الذين يقضون أطفالهم بالبركة الكبيرة التي يكون هناك مساحة مقصصة للأطفال ويكون هناك عمقاً في البركة الأسباحة هناك الكثير من الأهل الذين ينزلون أطفالهم على المناطق مش المقصص لأطفال بيحكولك انه بتعود وما بيخاف وانه مشكلة الماء والاسباحة دائما هاي يعني كسر الخوف عمليا هذا مصبوط بس غلط برضو بنفس الوقت انه يدخل على الغميقة يعني يمكن يسوي له زي مبولو تراوما أو صدمة انه زي مرما مرة واحدة على الغميقة وغير الولد وبيعرفش اسباحة هذا بيأثر عليه جدا جدا يمكن ما يتعلمش اسباحة طول عمره يضله خايفة تصير شغلة نفسية عنده زي فوبي أو اشي هيك وزي ما قلتلك ذكرتلك انه مدرب مختص قد ما يعلم الاهل غير عم مدرب فاهم الفكرة يعني وعنده خبرة في هذا المجال انت كمدرب عادة بس يكون في حالة خطيرة في البلك ايش اكتر ايش بيساعدك انه تلتقت من اللحظات الاولى انه فيه شخص يعني ايش نحكي لألا الاهل اليوم انه يعلموا اطفالهم اذا كان في لحظة خطر ايش اهم اشي يعملوا عشان كمان كل المحيطين فيها اهم ايش عدم الارتباك اذا الواحد ارتبك بقدرش تصرف غلط هو بيكون غرق مش ارتبك لو غرق لو الواحد مات قدامه مش لازم يرتبك ممرة لانه حتى يعني فيه معاه مجال بعد الغرق خمس لسبع دقايق انه يموت يعني فيه مجال ينقذه فالواحد ما يرتبك فيه سبع دقائق لم يقدر متحكم فيه سبع دقائق عبل ما يموت يعني تبلش تموت خلايا المخ فيفضل انه بعيد الشر اكيد فس هيا انا بحكي انا من ناحية يعني علمية وانا درسة فالواحد ما يرتبك مرة عشان يعرف يتصرف فهاي حتى للشخص اللي عم بغرق احنا نقول انه ما يخفش يحاول ينقذ حاله يحاول ينقذ حاله بس الغريق ما بنلاه يعني متعلق بأشي كمان ولما ينط الواحد ليله يتجنب انه يجي وجه لوجه لانه اذا مسك فيه وبيعرفش انقاذه واشيه يعرف انه من التنين غرقه فيفضل انه يجي دائما من الخلف ويتصرف بهدوء مش في ارتباك مونزل احكينا عن تجربتك يعني في مجال التدريب وفي الاكاديمية القدس ايضا ايش بتقدموا عادة الخدمات فيه بما يخص رياضة الاسباحة وانت كمان تجربتك على مدار هاي السنوات كيف كانت عم تتطور من محل لمحل الحمد لله يا ربي اكاديمية الاسباحة رائعة جدا جوها بجنن انا غدربت باكاديميات قبل بس زي ما بقول لقيت ضلطي في هاي الاكاديمية من الجو العائل الموجود فيها والهدف المعنوي فيها اكتر من مادة من مرة هدفها مش مادة من مرة ابدا بس هدفها معنوي اللي هو نقوم بجيل رياضي منضبط قوي يعني تطلع الطلاب عندنا الحمد لله ما اطلع فيهم الا ايهم روحهم التنفسية عالية واخلاقية وكيف رقي بالتعامل مع الاخرين يعني حتى بلاحز في البطولات طلابنا ما يشوفوا حد مرتبك من اي فريق تاني بل ايهم هم اللي بيهدو بيطبطبوا عليه يعني هذا اشي رائع جدا وهم من اخوة يعني بره المسبح كمان هذا اشي رائع جدا جدا وعادة متسالفوا اطفال من اي عمر بتبدو تدربه مش شرط احنا دائما من اربع سنين لاربعة عشر سنة هالفترة بتهمنا كتير لانه الطفل تيها بتعلم احتر بالضغط بيكون جسمه زي ما بقوله عجينة يعني تقدر تشكله بسهولة مش زي ما تاخد واحد 18-19 من قدر ندربه بس مش زي واحد صغير يعني تقدر تشتغل عليه ويطلع يعني زي ما بقوله كامل هو كبير بكون عضلاته نمت على شكل معين او اشي فتتغلب كتير في تدريبه لا باحت عليهم الكبار بهم اطويشوا لا 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 في كل جيل يعني انا دربت كمان كبار كبار خمسين وستين سنة وانجحت معهم يعني بصباضة بسهولة هذه النقطة مهمة ويمكن حتى في مجتمعنا مش مودة داولة كتير يعني كمان الكبار بالسن قديش مهمة بالنسبة لهم الاسباحة وقديش كمان يعني هم بيحتاجوا لرياضة اللي تكون متناسبة مع جلسهم ونصح فيها كل بنيان ومش يقول خلاص كبيرت بقدرش لا بالعكس يعني فيه ناس فيه اقبال كتير لسباحة الفترة الاخيرة حتى خاصة من الكبار السن يعني بقول لي من ناحية صحية رائعة من ناحية صحية ممتازة جدا جدا لكبار السن خاصة في نهاية هذا اللقاء وزي ما قلنا يعني مع بداية موسم الصيف اللي ناس بشكل عام دايما بتقبل على السباحة بشكل اكبر ايش في نصائح وشدات بتحب توجهها للناس اول اشي انا بفضل انه ما يسجلون بمخيمات صيفية يعني عادية فيها تدريب سباحة اليوم زي ما بنعرف فيه بعض مخيمات صيفية بتشمل تدريب سباحة برضو انا بفضل هاي المخيمات اللي يتعلموا اول اشي سباحة وادا لانه حالات الغرق كثير كثير عمالها بتصير لانه فيش اهتمام وفيش يعني اهتمام زي ما لازم وهي نقطة كثير مهمة عشان دائما ما سيصير فيه مشاكل اشكريات موضوع الغرق يعني الاهل كمال لازم يتأكدوا من اطفالهم قبل يبدوا معهم من عمره الصغير هذا كثير مهم يكونوا متأكدين في اي منطقة كمان بيسبحوا في اي مصبح زي ما انت كمان ذكرتوا انه فيه مدربين ومنقضين مختصين في المحيط مية بالمية موندد اشكرك على هذا الصباح يعني زي ما احكينا الموضوع لحاله بخلي الواحد يصحصح ويمتعش لازم انطبق مش بس نحكي وشكرا عائلك شكرا دائلك على حضورك معه وبتمنى لك كمان عودة للقدس شكرا لكم شكرا عليك ترائي اذا رح ننتقل الى فاصل في نصائح صحية نشوف ريما شو رح تحكي لنا فقرة لصحتك وراجعين